المهندس عصام بن عبدالله خلف المهندس عصام بن عبدالله خلفه المهندس عصام بن عبدالله خلفه وشدد الوزير خلف على أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم مؤكداً أهمية القرارات في تعزيز الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون وتطوير الأنشطة الزراعية والحيوانية بما يخدم استراتيجيات دول مجلس التعاون في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر